اشتركوا في القناة اللي اكيد بيش بنحب نشوفها من الظهور التلقائي اسناء تصفح الانترنت وخصوصا متصفح جوجل كوروم سواء من الكمبيوتر او من الموبايل وطبعا الخطوة اللي احنا هنعملها مع بعض ديت حضرتك او حضرتك محتاجين ان احنا نعملها في تليفونات اولادنا او اي حد موجود معانا في البيت عشان نحميه من ظهور اي حاجة زي كده ان هي ممكن تظهر قصاده على التليفون او على الكمبيوتر طب يلا مع بعض كده سريعا نشوف ازاي ان احنا نقدر نمنع الكلام دوت ان هو يظهر معانا على متصفح جوجل كوروم سواء من الموبايل او من الكمبيوتر وهنبتدي مع بعض من الموبايل وعلى فكرة يا الخطوات ما بتفرقش فحاجة بس انا حبيت ابتدي من الموبايل لان ده اكتر حاجة موجودة في ايدينا وفي ايدي اولادنا ومحتاجين ان احنا نكون مأمنين عليهم وهم بيستخدموا متصفح جوجل كوروم اول حاجة بنعملها بنضغط على متصفح جوجل كوروم بعد كده بنكتب الكلمة دي في البحث اللي هي free references وطبعا ممكن حضرتك تخدها او حضرتك تخديها screenshot عشان تعرفي تكتبيها بعد كده بنروح على اول نتيجة بحس معانا وبندغط عليها بتتفتح معانا الصفحة دي كل اللي احنا هنعمله هننزل لتحت شوية كده لغاية ما هنلاقي الاختيار الخاص بالبحث الامن وعندنا اختيارين ازهار النتائج الفاضحة او اخفاء النتائج الفاضحة طبعا بنعلم على الاختيار التاني الخاص بيه اخفاء النتائج دي وبعدين بننزل لتحت كده لغاية ما نلاقي كلمة حفظ ونضغط عليها ويبقى هي دي الخطوة اللي احنا بنعملها على التليفون بتاعنا عشان نمنع حاجة زي كده نفس الامر برضو من الكمبيوتر مش بيفرق كتير برضو هنيجي في خانة البحث ونكتب نفس الكلمة وبرضو هنروح على اول نتيجة بحث ونضغط عليها هنلاقي الصفحة دي ظهرت معانا ومكتوب كلمة البحث الامن يساعدك تفعيل ميزة البحث الامن في اخفاءه والمحتوى الفاضح مثل المواد الاباحية وبعد كده باجي عند كلمة تفعيل البحث الامن وعلم عليها ونفس الامر امنازل وضغط على كلمة حفظ ويبقى انا كده برضو ادرت امنع ظهور اي حاجة من دي ان هي تظهر على الكمبيوتر بتاعي سواء انا بستخدمه او اي حد موجود في البيت بيستخدم الجهاز ان اي حاجة ممكن تظهر معاه تلقائي او هو جاي بيكتب كلمة عادية فيلاقي فيه مواقع او اي حاجات اباحية ظهرت معاه كده انا بمنحها بالخطوة ديت طبعا لو حضرتك لقيت ان الفيديو ده مفيد فعلا يريد انك ما تنساش اللايك وانك تشاركه عشان يوصل لاكبر عدد ممكن ويستفادوا منه ويكون في ميزان حسناتكم ان شاء الله وكالعادة في الختام بصلى على سيد الانام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته